اشتركوا في القناة والمقرر لها مساء الخميس بسبب استياء مرتل لسرتي من ارضية ملعب بيترس بورد حيث اكد اللواء سر والسويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة انه تم اختار الامن وادارة استاد برج العرب بطلب الاهلي بعد ارسال نسخة من الطلب للتعرف على موقفهم من استضافة اللقاء وما زال الاتحاد ينظر الرد حتى الان الخبر التالي جاء عن مطالبة المغربي وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي لمسؤول القلعة الحمراء بتأجيل حسم ملف تمديد تعاقده مع الفريق خاصة وانه ما زال مرتبطا بعقد لمدة موسمين قادمين حيث ينتظر وصول عرض اوروبي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وهو الامر الذي عدل من تفكير المهاجم الدولي في ملف التجديد رغم وصوله لشبه اتفاق رسمي في وقت سابق للتجديد واستجاب مسؤول الاهلي لازارو مؤقتا من اجل تمديد عقد صالح جمعة صانع العاب الفريق الخبر التالي عن تصرحات مارتل لسارتي التي شدد خلالها على صعوبة مواجهة انبي في المباراة الموجلة بينهما من الجولة 30 بالدور الممتاز حيث قال نخوض مباراة انبي بحثا عن مواصلة الانتصارات وحصد السلاس نقاط من اجل استكمال مشوار السعي للفوز باللقب وتوقعت صعوبة جميع المباريات المتبقية للفريق في الدوري كما حدث مؤخرا في مباراة سموحة مؤكدا على ان الجميع يتطلع لتحقيق اهدافه مع اقتراب المسابقة من خط النهاية ومن ثم بات الجميع المباريات صعبة للغاية سواء في القمة او في رحلة الهروب من الهبوط الخبر التالي عن مدافع الاهل رغم ربيعة والذي طالب مرتل لسارتي مدرب الفريق بضرورة اللاعب بصفة اساسية خلال الفترة المقبلة تحسبا لاستدعائه لصفوف المنتخب الوطني الاول حيث اشترط الجهاز الفني للمنتخب بقيلة خفير اجيري المدير الفني للفرعنة مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة حتى يتسنى للجهاز استدعائه خلال الفترة المقبلة الخبر التالي بخصوص اللاعب جونيور اجي لاعب وسط فريق النادي الاهلي حيث باتت ايام النيجيري معدودة داخل القلع الحمراء وذلك بعد تراجع دور اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية وتسبب التراجع الكبير في مستوى اللاعب الى ابقائه على دكة البدلاء في الوقت الذي بدأت فيه الانباء تتردد بقوة داخل النادي الاهلي بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كما ان المدارب الارجواني مارتل لسارتي المدير الفني للفريق يفضل رحيل جونيور اجي على حساب الانجولي جرالدو الذي يراه الانسب للنادي في الفترة المقبلة الخبر التالي عن اخر التطورات في صفقة مهاجم نهضة بركان المغربي توصل الاهلي الاتفاق مع لابا كودوجو مهاجم نهضة بركان المغربي من اجل ضمه للصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية خاصة وان اللاعب لن يكلف خزينة النادي سوى قيمة عقده فقط لا سيما وان عقده مع الفريق المغربي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكن يرفض الاهلي اتمام الصفقة بشكل نهائي في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الاجانب بالفريق والتي تضم جرالدو علي معلول وجونيور اجيي وليد ازارو حيث ينتظر الاهلي حتى نهاية الموسم لمعرفة موقف اللاعبين الاجانب خاصة في ظل وجود رغبة قوية لدى ازارو في الرحيل عن الفريق ولكن هذا الامر لم يحسن بعد الخبر التالي بشأن المفاوضات مع احمد حجازي يتمسك احمد حجازي مدافع وستبرومتش بالبقاء في الدور الانجليزي وعدم العودة لمصر خلال الفترة المقبلة وحاولت ادارة القلع الحمراء التواصل مع حجازي لإقناعه بالعودة لمصر في ظل صعوبة عودة فريقه للبرمليج وبقائه في الدرجة الثانية ولكن اللاعب يرى انه مستقر هناك وليس لديه رغبة في العودة وكشفت مصادر خاصة ان حجازي لديه شرط جزائي في تعاقده يقدر بخمسة ملايين جنيه استرليني ومن يرغب في ضمه عليه دفع هذا المبلغ لان ناديه وستبرومتش لن يقبل باقل من ذلك الخبر التالي عن امبي الذي يرسل سبعة الاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الاهلي رصد عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق امبي مكافآت اضافية للاعب الفريق كنوع من التحفيز قبل مواجهة الاهلي الهامة والمقرر لها الخميس المقبل على استاد بيتروسبورت وقرر الجهاز الفني للفريق رصد سبعة الاف جنيه مكافأة لكل لاعب في حال الفوز على الاهلي وموصلة النتائج الايجابية التي يحققها الفريق في الفترة الاخيرة والتي كان اخرها الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله علي فوزي على ملعب المكسب الاسكندرية مما جعل الفريق يحتل المركز السامن بعد ان كان متزيلا لجدول الدوري جاء ذلك في الوقت الذي قرر فيه مسؤول النادي رفع العقد السنوي لعبد العزيز البلعوطي حارس المرمى حيث يتقاضى سبعمائة الف جنيه في الموسم الخبر التالي عن مفاوضات التجديد مع رمضان الصبحي بدأ سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالاهلي مفاوضات التجديد مع رمضان الصبحي لعب الفريق المعار من هيدرس فلد توين حتى نهاية الموسم الجاري ورحب صبحي بالبقاء لفترة جديدة مع القلع الحمراء خاصة بعدما استعاد اللاعب جزء من مستواها الفني لا سيما بعدما عاد ليشارك بصفة مستمرة في المباريات وظهرت بصماته على اداء الفريق حتى اعتلى الاهلي صدارة الدور الممتاز برصيد 70 نقطة ومن المنتظر ان يكلف مسؤول الاهلي نادر شوقي وكيل اعمال اللاعب للدخول في مفاوضات مع نديه الانجليزي من اجل تمديد اعارة رمضان الصبحي ومن المنتظر ان تتم المفاوضات بنجاح لا سيما بعدما هبط هيدرس فلد توين للقسم الثاني في انجلترا اخر اخبرنا لهذا اليوم عن استعدادات فريق النادي الاهلي لمباراة امبي عكف الجهاز الفني على مشاهدة العديد من مباريات فريق امبي من اجل الاستقرار على نقاط القوة والضعف في الفريق قبل مواجهة يوم الخميس المقبل وحذر الجهاز الفني من السناء لكمبي واحمد رفعد وشدد الجهاز الفني على المدافعين بضرورة فرض رقابة لصيقة على السناء واحباط المحاولات الهجومية للمنافس فيما قام اليخندرو مخطط الاحمال بتجهيز برنامج بدني خاص لللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الاخيرة وذلك لتجهيزهم لمباراة امبي التي تقام الخميس المقبل الى هنا مشاهدين متابعين تنتهي مع حضراتكم اخبارنا لهذا اليوم نرجو ان تكون نالت اعجابكم في النهاية بشكر حضراتكم وبذكركم بالاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة